اشتركوا في القناة شكراً لكم شكراً لكم بعدين يبدأ يعيش حياته صح أو لا؟ بعدين البيت والبزنس وذلك عندما يتجاوز الأربعين يا جماعة أنا حققت هذه ثلاث أشياء تخرج من الثانوية العامة ودخلت الكلية التي أبغاها وتخرجت ضابط في هذا الوطن بعدين حققت أول أمني لأي شاب يحلم فيها أنه يحصل على وظيفة اللي يبيها بعدين اشتريت السيارة اللي يبيها بعدين رحت لأمي قلت لي يوم تعرفين فلانة كنت ايه؟ فكفين يوم؟ وراحت أمي خطبت لي فلانة وبعد ما كملت هذه الأشياء الجميلة اللي يتعب عليها أي واحد وحان الوقت اللي أعيش فيه حياتي وأستمتع فيها بعد آخر حدث من الأحداث هذه الجميلة اللي كملتها بفترة لا تتجاوز أسبوع واحد أسبوع واحد كان تاريخ 14 فبراير 2006 الساعة 35 و 36 دقيقة المغرب صار علي حادث صار علي حادث صحي يتمنى بعد ستة أيام وقاعدين يعطوني لستة المفقودات في حياتي فقدت وظيفتي لأنه صار عندي إعاقة فقدت سيارتي فقدت خطيبتي فقدت سعادتي فقدت ابتسامتي فقدت صحتي فقدت طموحي فقدت كل شيء صرت إنسان ما يشبه الشخص اللي قبل الحادث إلا بإسمه فقط إسمي مرت علي أسوأ مراحل الحياة النفسية أسوأ مراحل الحياة النفسية واللي عندهم علم أو خبرة في علم النفس يعرف إيش يعني مراحل البكاء الأربعة المرحلة الأولى مرحلة البكاء بدموع وبصوت وبملامح هذه اللي كلنا نبكيها هذه بكيتها تجاوزت إلى المرحلة اللي بعدها إني أبكي بصوت بس دموعي جفت وصلت للمرحلة الثالثة إني أبكي بدون صوت وبدون دموع بس ملامحي ملامح واحد يبكي بدل المرحلة الأخيرة اللي بعدها يروحون الناس ينتحرون المرحلة اللي يبكي بدون صوت وبدون ملامح وبدون دموع وهذه مرحلة متعبة لأن الناس ما يدرون أنك تبكي والناس يجون وش يقولون وش يقولون ما فيك إلا العافية بسم الله عليك وماذا أثبت لكم أنه أنا ما فيني عافية متكسر 11 كسر في جسمي فاقد كل هذه الأشياء وتقولوا لي ما فيك إلا أنا وماذا أثبت لك الحين أنه أنا ما فيني عافية لماذا تدخل علي تبتسم وتضحك كده وتقول لي يبل حلال والله سمعت عنك أنه صار لك هذا توقعت أسوأ من كده ما أسوأ من كده أنت ما تبيه تبيه موت عشان أوريك أثبت لك أني أنا تعبان مريت يا جماعة في أسوأ مراحل ممكن يمر فيها الإنسان في حياته الكثير حاول يغير فيني الكثير حاول أن يساعدني وشكرا جزيلا لهم قد ما سووا معي لك ما في أحد كان قادرنا يلمس الجانب اللي أنا أبيه وفي يوم من الأيام دخل علي شخص اسمه عيسى عيسى شخص من المرضى الموجودين في القسم وكان مصاب قبلي وأقدم مني كان قبل إصابتي بثلاث سنوات فدخل علي هذا الشخص لا سلم ولا تكلم سمع أنه محمد الشريف حالتها نفسية تعبانا وأنه يبكي وحزين يطرد الناس في الغرفة فقال خلوا علي أنا أوريكم فيه فدخل وكان يمشي على العكاس وصل عندي على السرير وصار يقول لي تبكي؟ الرجال ما يبكي هذا مول مفيد بعدين قال لي يا محمد أنا دخل علي الدكتور قبل أربع سنوات وتو حادثي صاير لي وعندي إعاقة كاملة وطايح على سرير ويقول لي الدكتور في أحد من أهلك هنا قلت لي ليش يا دكتور قال نعلم ما يأكلك ويشربك ويقضي حاجتك قلت لي ليش أنا يا دكتور قال لا أنت هذه حالتك لين تموت ما رح تتحرك ولا رح توقع وشوفها الحين شوف كيف أوقف وشوف كيف أمشي وكلام الدكتور كان كلام والله يا جماعة إن في هذه الحالة أني تحولت إلى طفل يضحك مع يبكي في نفس الوقت أول ابتسامة دخلة عيسى كانت بعد حادثي سنتين تقريباً وجهي طول السنتين طايح يوم جيت أبغى أبتسم يا جماعة عضرات وجهي تتقطع ما أنا قادر أبتسم طايحة تحت أحاول أبتسم بكل قوة لحد ما طلعت الابتسامة تركني وراح عيسى تركني وراح في حالة مختلفة تماماً رجعت محمد اللي قبل حادث الضابط القوي اللي عنده طموح اللي يبغي يسوي شيء لنفسه طلعت أول شيء من المستشفى بدأت أتمرن بدأت أتعالج بدأت صح أني ما قاعد أشوف هذاك التحسن لكن الحالة النفسية كويسة أبغى أسلك أي مسلك أثبت للناس أنه محمد موجود فقط شيء بس سيواصل مسيرة نجاحة مسيرة قوتها مسيرة إلهامة للناس بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله والذي أجزم عليه أن الله حقق لي إنجازات لم تكن ممكن تصير لو لا هذه الإصابة في عام 2007 توظفت في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية وما هو أي موظف المسمى الوظيفي حقي عيسى للمرضى اللي عندي بفضل الله في عام 2008 أنشأت برنامج مهارات استخدام الكرسي المتحرك البرنامج الجديد من نوعه الكرسي صنعوه لنا الأجانب عشان يمشي في ممرات كويسة طلعناها الدرج نزلناها الدرج طلعناها الجبل رحنا طعسنا فيه سوينا فيه كل شيء صار الشخص اللي يجلس على كرسي متحرك يستخدمها زي ما يستخدم الشخص السليم رجلينا في عام 2009 كرمت من الأمير سلطان رحمة الله عليه لأنه شاف الإنجازات اللي قاعدة تصير في المرضى اللي كانوا يتعالجون عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشي لنا قاعدة أسويه معام وهذا شغلي وما لي فضل فيه في عام 2010 حصلت على لقب أو على جائزة أفضل ممثل مسرحي خليجي في مشاركة وأمثل فيها السعودية في قطر في إحدى المسرحيات في عام 2011 كنت أول شخص في الشرق الأوسط جالس على كرسي متحرك يحصل على رخصة الطيران أنا طياري في عام 2012 امتلكت دراجة نارية رحالة صرت أسافر سافرت كل دول الخليج وأحياناً بعض الرحلات الواحدة بالكرسي طبعاً والحفيز والتطوير الذات في عام 2014 في أمريكا أنشأت في مستشفى مايو كلينك في أمريكا برنامج لمهارات استخدام الكرسي المتحرك ودربت أكثر من مئة شخص أمريكي جالس على كرسي متحرك شخص أمريكا وفي عام 2016 طبعاً الآن بدأت أعمل في المبادرة اللي أنا أجمع فيها كل الأشخاص اللي عندهم معاناة في حياتهم فبدالما يكون عندنا عيسى واحد يكون عندنا ألف عيسى يولهم الناس وفي عام 2017 أنا الآن أقف أمامكم تحسنت كثيراً مواصل علاجي وتماريني إلى الآن وآخر شيء أقول يمكن هذه الجزئية تخص أخواتنا نعم كنساء خطيبتي قبل الحادث هي أم عيالي الآن كنفضل الله شكراً شكراً